أول شيء شكراً كتير لألك كونك معي اليوم على نص سيعة شخصية وشكراً كمان لاختياري تكون معكم اليوم بالمنتدى اللي بدي سير بستة يونيو وقبل ما نفوت بالديتيلز تبع الارب سوش الميديا فورم بس بدي أحكي هيك شوي ع السريع وتإنتروديوسيو كمانا تعرف الناس عنك نحن نعرف أنه اليوم النمط الاجتماعي كتير تغير وصار في استعمال كتير للهواتف المتحركة واستخدام الكمبيوتر كمانا تنحضر منتديات وتنعمل أشغالنا وكمان تنحضر اليوم ورش تدريبية واستخدام الهواتف المتحركة بالأخص وصلت لـ 118% من الاستخدامات زائداً على الانترنت اللي وصلت لـ 70% اليوم بشرة الأوسط لتسهيل الأعمال من خلال الانترنت ونعمل كل شيء على اللابتوب هيدا الوباء غير لنا حياتنا بس بنفس الوقت كمانا الأسواق اللي نحن فيها اليوم واجهت كتير مشاكل من تبني سرعوا اليوم التبني الرقمي يعني ما قدروا اليوم يوصلوا لـ الانترنت 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 على التواصل الاجتماعي وبيتبادل اليوم تجربة العملاء والوكالات بالتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي وأسليم المشاركة الاجتماعية هيدا المنتدى بيتناقش فيه مناهج مختلفة لوسائل الإعلام الاجتماعية وتم عقد ست منتدايات لهلأ بخمس دول وبي جون سكس رح يكون المنتدى السابع رح يكون فيها كتير مشاركين ورح يكون فيها كبار المتحدثين كمانا من ما يجعل اليوم أرب سوشيال ميديا فورم واحد من أهم المنتدايات ورح يكون أول مرة أونلاين قبرنا شوي عن مالك ششتاوي بي هالنطاق هيدا وشو اللي خليك اليوم أنك تشتغل على المنتدايات عامة وكيف ينتقل اليوم للأونلاين ديفينتلي أول إشي بسمحيلي زينة أشكرك الشكري الأول طبعا لهاللقاء اللطيف أنا I've been watching أو بطابع الحلقات اللي عم تعمليها من فترة و I think it's a very important و I think it's a very important اللي هلأ منحتاجها أكتر وأكتر بخضم هالأزمة اللي بيمر فيها العالم إحنا قبل من قبل أصلا منعاني من قلة المحتوى العربي وهلأ أكيد ديفينتلي مع وجود كتير من الناس قاعدة ببيوتها بيحاولوا يطوروا من نفسهم محتوى من هذا النوع أكيد راح يضيفلهم ورح تكوني كتير مشكورة عليه من تبل هذول الناس كلك زور شكرا لألاك الثاني طبعا موجه لإلك لقبولك برضو دعوتنا بي النسخة السابعة راح تكوني إنتي أول مرة معانا كمتحدثة وبنتشرف فيك أكيد طبعا طبعا زينا أكيد إنتو بتعرفوها بمنكم متابعينها راح تكون لها علاقة بالبرسونال براندينج بس راح نحكي كمان إن شاء الله خلال هذا اللقاء عن محاور تانية راح يناقشها المنتدى راح تكون إن شاء الله مميزة ومهمة جدا للفترة الحالية و راح تكونوا جدا مستفيدين منها بإذنه تعالى أجاوب أسئلتك إذا تسمحيلي مالك ششتاوي هو شخص عادي من هالمجتمع عنده كان عشق لعالم المجال الرقمي بشكل خاص ومجال التسويق بشكل عام رغم إنه خبرته هي تكنولوجيا معلومات بس أنا خريج كمبيوتر انفوميشن سيستمز بس رغم ذلك أنا بقول دايما راح يجي يوم سونر or later the marketing meets technology of course marketing and technology are like كنا نحكي دايما online offline online offline بلاخر فهمت الكل شو الonline offline بالضبط it's not a different relation at all هما داي complement each other بس الناس ما كانت للأسف شايفة الباليو تبعتها وهلا للأسف by force فهموا شو ال situation إحنا كنا بنتمنى إن الناس تكون جاهزة قبل ما يضطروا إنهم يعرفوا ال value by such a situation بس الحمدلله بزي ما بقولوا later better than راح الصوت ألو ألو جمدت ألو ألو عادي عادي زوم عم بعمل هيك مشاكل صار له أربعة تيام كنا منقول عن الريلاشنشب بين الماركتين والماركتين نعم 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 حسنا فبالالفين وتمانية أخدت منحة لدراسة السوشال ميديا في السويد وكان بهذاك الوقت الموضوع كتير لسه خلنا نقول في أرلي ستاجز في المنطقة العربية بشكل عام في الوست كان متشور وكان فيه ايجنسي متخصصة بتقدم سوشال ميديا كونسلتانسي بالوطن العربي كنت إذا بتحكي لحدها سوشال ميديا يقولك هذا الابني اللي صغير بلعب فيه أنا شو بدمك هل بتي خبرت أسا على هالنقطة هيدا ديفينتلي أنا ما حذكر أسماء أنا رجعت من الالفين وتمانية أسست أول سوشال ميديا ايجنسي عربية بهذاك الوقت كان اسمها سوشال ماي ميديا وين بالأردن أوكي وحاولت أعمل ميتينغ مع انترناشنال ملتناشنال كومبنين وبدون ذكر أسماء ماركتين هيدز من هذه كومبنين واحد منهم جاوبني قال لي أنا السوشال ميديا ابني الصغير فيسبوك بيلعب فيه بك يعني أنا at least this is the funny answer هلأ فيه أنصر كان شوي أكتر رياليستيق بس this was the purpose of having a social media consultant هو أني أنا الناس already يعني أنا خلقت الله عندي ناس بتكرهني وحقد عليك customer service أنا مجنون أروح أفتح لهم بلاتفور يعني يتفننوا فييا ف the big question at that time that people did not understand or answer well هو إذا أنت ما فتحت هذا الباب لتوجه هذا التشنل where you control these negative comments they will do it elsewhere and you have no control over it there طبعا للأسف it was a very early stage even I traveled to Dubai at that time I tried to meet also some big companies same issue I decided to stop and then I was headhunted by a big international communication group and with them I launched digital media department I could sell to the same account that I couldn't sell in my agency and not because they believe in the value because it's a big big agency to agency yeah نفس الشي صار فينا بال2008 وقتا بلشنا اشتغلنا كمان مع جبار جروب كان وقتا سوق دوت كوم وكوبون وكل هيدو اللي طلعو كانت الناس تطلع فينا شو عم بيعملو هولي عم بحكيكا صحفيا يعني شو هولة دوت كوم وشو هالفوعة هيدا اللي صايرة فعلا ما كان في مفهوم أبدا لألم طبعا لما أنا شفت الوضع هيك زينة I decided to shut down my agency to proceed with my career path in the communication groups بس حسيت انو في عندي commitment toward the community انو أنا I have to bring expertise to make the industry more aware وunderstand more the value بوث levels الاول انو الشركات ما كانت فهمة التاني انو حتى ما كان في كتير qualified people يعني حتى لو الشركات ده تفهم ما كان في رسورسز عربية تقدر to run this through و I decided to launch المنتدى العربي للإعلام الاجتماع الرقمي it was a crazy idea at that time and it was a bold decision to make لأنو بتعرفي an event I'm sure you are aware and you did it for your corporate clients an event is a big thing people see the final result but they don't see the backstage efforts وما شاكل وما شاكين وشو بصيين أغلاط وما شاكل عمرها من عملية سعيدات تصبح تصبح المجتمعين كم المساعدات تصبح تصبح 300 المستخدمين تصبح يتحدث ممتاز تصبح يتحدث ممتاز قد تصبح يتحدث ممتاز في العربية يتحدثت على مستوى المساعدة فجبنا ناس من فرنسا، من بريطانيا، من السويد سيئي اوز، بروفيسور، ناس في مستوى مباشرة بس بدأس السؤال بالأردن كاكاونو عملت أول منتدى بالأردن الأردن معروفين انو هنه دي ار فاري لتكنولوجي من ايام ايامة يعني يعني كانت العالم وبعد الناس لليوم تتجه للأردن اليوم للأشخاص اللي بشأن التكنولوجي صح؟ وانا فخور احكيلك زينا انو الانترست اللي اجا من الشباب اللي خلينا نقول اللي هما اللي عندهم هالشغف بالديجيتل والالتكنولوجي والماركتينج اجا عندي شباب ما لهم علاقة بالسوشال ميديا لا من قريب ولا من بعيد فخور اقولك انو فرسنتج كبيرة من هاي الشباب اللي انا اليوم يعني بتابعها صاروا صاروا بيجوناتج بيجوهز تطيع العالم وانو بتذكر كيف اجوا على الفورم تبعي with almost zero knowledge about the industry. But when you see this, خلاص يعني, يعني بتقولي شو بدي أكتر من هيك. طيب مالك عندي سؤال. نحنا اليوم في كتير عنا منتديات بالمنطقة. ونت بتعرف هيدا الشي. فورمز و كنفرنسز وشالات كتير بتسير. وكلها كانت face to face وكانت عجقت ال كنفرنسز أول شي لغيتان. كان في كنفرنسز إلا معنى إننا تسير لأنه يعني بتعطي معلومات و بنفس الوقت it adds value. وكان في كنفرنسز كانوا يعملوها للتجارة. ونت بتعرف هيدا الحل. كي كرمال لسپونسورج هالأسس هيدا. وين منشوف هالمنتديات هيدا اللي كانت تسير وين متجهها هلأ بالحالة اللي نحن فيها كون نصبنا عم نستعمل الانترنت هلأ تنحضر فورمز ونحضر ورشات تدريبية وغيرا يعني موجودة. شوفي زينة It's very simple. المنتديات اللي أسست لغايات التجارة وليس لبيربوس نبيل ويهدف فعلا لتطوير المجتمع ما بتضين. يعني It's a hit and run. بيضرب هالضرب بيجرب بلاقي بيمشي الحال ما بلاقي بيكمل. المنتدي that has commitment even with zero sponsors they will proceed and this is the reason it succeeds. This is the reason why you find sponsors لأن you don't seek them. You seek the success of your forum and that's why the sponsors comes to you. Not you seek the sponsors. This is on a sponsor's level. Even on a speaker's level حتلاقي إنو من فضل الله if you go and talk to any of our speakers in the past they are all very proud to be part of our forum and they're looking forward to participate again and they saw the value that they made to the community. While I heard some of my speakers being approached by other events and I see them by chance later يعني بشوفهم بمناسبات تانية مش عندي بالإفنت تبعي. وبقولولي يا أخي شو سمعت انت عن هذا الإفنت بقولوا لا والله ما سمعت ما هو هلأ صارت يعني كل واحد بده زي محل الموبايل اللي بيفتح بفتح كل جم و تلافي محل الموبايل صار كله بيفتح يعني صاري فورم و إفنت قال لي والله شي مخزي والله شي ما بيحترمه سبيكر ولا بيقدره ديفينتلي لأنه انتي اليوم فيه فيه important factor زينا انتي اليوم as a marketing PR professional if you're not passionate and experienced about what you're doing you cannot run the show إذا انتي اليوم بس لأيتيها أنو ترم the idea و I want to make it as a business انتي لحة تعرف تنائي المناسب ولا حتعرف يتتعاملي معه لأنه بنفس مستواكي الفكري ولا حتعرف يتسألي الأسئلة المناسب بانا اليوم بانا اليوم يعني بسأله بسأله بانا افهمه و هو فاهمه نتوسط انتي اليوم بس بديك تحضري للفوروم وتقعد تشوفي أنا هالل زينما حاسأله بهادا السؤال وهو نفسي انتي نفسك مش فاهم اشوا هذا السؤال كيف تنتظر أن تستطيع أن تستطيع؟ لكن ليس فقط في ما هي المشاكل التي تتقوم بها وما يستطيع استطيع أن نستطيع ق сообщения يأتي بям المنزل لذي нам want to be a speaker كيف أسأل الخاصة بك ونكذب الأحيان وهذا ليسهoty play for you رأس أنا، لأني أقولك عشان ما أظلم من الناس اللي مناح اللي لسه جداد لأنه at the end of the day Arab social media forum 10 years ago كان event الو نسخة أولى وانا I couldn't succeed without people who supported me definitely you have to find different ways other than the history it's very easy for me to promote my event for speakers for sponsors for even audience and we have a history of six past editions in five countries so it's easy for you to evaluate this is the easy case as a marketeer when you see a proper history of speakers sponsors topics that's it now the challenge is for the new ones for the new ones I believe definitely looking for the man behind the show how much he's passionate about it how much he's willing to do it even without any support or funding or sponsorship is he launching it as a business or he's doing it it's a fact he's doing it no matter what yes what's the purpose of the show if the purpose of the show is to put sponsors and speakers together to make a trend this is not a show that I will go if there is a real need if the guy is picking a subject where there is a demand in the market he's covering an area that people are not covering he's adapting this is a guy I will believe in talking about the adaptation I don't see if I'm working on the subject I'm going to we did six editions you'll notice that every edition we adapt to fit the current situation today we didn't have anything called social media for NGOs or social media for good or social media for government while in the third edition we had all of this because it became a mature market so we had to adapt we had to bring someone from charity we had to bring someone from government we had to cover all of these topics to educate اليوم for example the edition which I'm going to be a speaker with you you'll find that the agenda is remade and adapted to fit the current situation the people will be they 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 will be it's a very easy to remember that guys so 2020 yes be cool in hard submit foot or agenda by www.arabsmf.com or asmf.me any url you prefer foot or agenda you'll find that we're going to put very critical like the peak of e-commerce and payment getaways rise of online learning e-education remote work and how critical it is for this period subjects that the subject you cover Zainab personal branding and we're talking about a big shift into you being your the face for the company yourself a freelancer you need to be ready to be a freelancer and to be a freelancer you need to have an image and to promote yourself you are the product how you can build an image and market yourself all of these subjects are critical and we adapt our subject to fit the need of the market this is where you need to understand a forum is built for the community or built to make money showing the the peak or the change in the growth of e-commerce for the past all years we all admit it's a growing no matter with a crisis without a crisis it's a growing sector but the graph is going to slowly before eight weeks is going to be jumped straight almost straight and definitely the people were taking the digital transformation slowly and they consider it as a luxury something like 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 this is a lot of information that are available to many decision makers whether it was on a top management level or on a lower director's level be the value of the digital transformation on the business in a way whether it was e-commerce there are people who say if I do e-commerce I will ask for it he will think he will do it just to be in the trend not to know that there are a lot of people but the e-commerce started to look at the revenue of the real shops and is this a negative or a positive definitely positive today you have two types of audience you have the audience that you like the traditional and we were always saying that this question was always asking me on the forums that they went on the traditional media versus digital and social media and most people were asking they were afraid they were they were the journalists and you know what they were talking about they always they were in the media when they go to the media they said that the social media and the people started to accept the news and the news and the I tell them I tell everyone who asked the question when you stop considering it a competition you will succeed it is a complementing relationship relationship it's a win-win situation you cannot count on it you have to go with the flow you have to go to where your audience is and to see how you can complement same applicable for the real shops you cannot ignore it but you have to new generations you have to digital generation you have to lose them he build the trust and he gains them why to lose them if you can win both this is a big factor I have a lot of people I have a lot of retail shops but they don't have a lot of any form of e-commerce platforms or any form of digital exposure I have a lot of I have a lot of telephones I have a lot of I have a lot of I have a lot of of course my friends I will help them there is two answers the answer number one definitely you should ask them to come and watch the the forum the answer number two definitely they need to hire the right expertise we're we respect all of the new generations who are passionate about things however it's not about it's not about only technology we're talking about a much much bigger background operational and planning work that's why when you are it's applicable for you when you have 17 plus years experience in an industry it's not about you recommending the technology it's about you going through the whole cycle to understand the real need and to direct them through the right path that leads to success from A to Z until the product is live and it's generating the income that these people are expecting hiring the right expertise is a must you cannot compare is a must new peak of digital transformation is freelancing and new faces I'm sure you exactly feel the pain I'm talking about whether it was on a training level consultancy level I'm going I'm going to give people to training but I ask the fees I'm going to take 10% of your fees I do I do I do I love it I do I do it قالت لي 30 years يعني to be able to draw such a drawing in the E10. You don't evaluate based on how much time I need to deliver the work for you. It's about how much experience and years I have to pass and overcome to be able to deliver for you. It's the budget that I'm paying. That's why I think if you pay bananas, you get monkeys. Don't expect to pay peanuts and you get a quality لأنه ما حدا بيرضى يبيع وقته وخبرته ببلاش. أنت اليوم أهوى عليك to do your own business for your own self and launch your own product than to go do consultancy for a product that treats you like someone who came yesterday. لأنه أنت هالسنين اللي مرت من عمرك سنين من عمرك ما كنت قاعدة حتى رجل عرجل كنت قاعدة عم تتعبي you're facing different clients and industries. ما هيدا المشكل هيدا this is where the education comes back. بس أنا عشان أكون برضو fair يعني إحنا برضو مرت علينا فترة where it was the خلينا نقول the brand trend يعني أنا اليوم برضو I come from international agencies background and I know أنه برضو فيه اجنسي بتقص أص يعني to fit their expenses اليوم الي يجي أخذ لك a fancy office بمش عارف تور وين ويكون part of international network يتفعل لهم البرسنتج تبعتهم يعني definitely أنت حتدفع team كامل ما حتدفع حق consultant تعم اليوم this is also part of the consultant work اليوم الي consultant his his responsibility is to be able to get you these new affordable expertise بس he will know how to manage them هم لحالهم ما حي يشتغلوا صح وإنت ك client you will not be able to manage them if you bring an agency to manage the resources for you it will be extremely expensive and you have issues with your budget the solution for you today is not to go for bananas and this is why it is very important to do research on the person today because many people say I don't know how to recommend this expertise there are platforms today we go to how to be online because today if anyone researches you from the newspaper to any person who works you have to be online and this will come today from the point to the point to stress on what you're saying today when you're talking about research I was very impressed with your profile today we're in a digital age right it's very easy for me to make the most attractive profile ever online it's easy for him through a 15 minutes interview the client is not able to do that the client will hire you based on your profile based on the research people can do it yes he can find you using the platforms or he can be very impressed with your profile the question is he able to really evaluate and qualify you that you match what you're talking and describing yourself well or no this is why the problems happen this is why the problems happen how do you make the arab social media forum a good platform for people to be in because of the peak of social media and actually it's the other way around we were the exclusive dominators of the market and people understand and people understand other alternatives other alternatives you will spend days exploring the profiles that you will find that you will find every one everyone is a social media expert everybody is a social media expert and the new generations that are coming they can not differentiate I mean, the day of the time I just want to talk to Zeyna I want to talk to my friends who are in the industry from years they know because they were and they witnessed the whole evolution but today you can talk to someone new how do you know Zeyna? I want to talk to Zeyna it goes with the flow it goes with the flow we still have and the people who have been in the world they know the difference and they keep supporting us whether as a sponsor or as a speaker or even as an audience because they know the real value that's why we are very loyal to all of these and we are committed to keep forwarding the message throughout the years otherwise, you know if you have a goal it will stop like we said we talk about the idea that you have to drop and drop you can do this forum a few times you can take these awards and you can go to the show and if there are sponsors or if there are sponsors then that's it we talk about the five editions after the first edition we said the first edition in the first edition the five editions صار في عندنا challenge بموضوع احنا قلنا الكميتمنت كانت توريز اوارنس مزبوط بس انا اليوم الاوارنس اي ريز تسعين بالمية تو جوردينيان تن برسن تو أذر بتذكر ايجانا ناس من لبنون سافروا خصوصي لا يحضروا الفورم ايجانا ناس من ايجبت سافروا خصوصي لا يحضروا الفورم من السعودية من قطر من أذر كونتر من UAE بس اليوم هدول ال 10% are very limited انا ايجب توريش another 90% ببلد تاني فصاري الكميتمنت عنا بعد هيك انو توروتات انو احنا توريش من قطر لأيجب لأيجب نحن 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 بحكي لك وسبحان الله زي ما كنت عم بحكي لك without any efforts انتي ما استشتغلي صح people see the value you get approached دينا you don't approach people احنا واحد من الناس اللي حضروا يجوا من السعودية سافروا خصوصي لا يحضروا الفورم after the forum he met me and he told me we want to launch this edition in Saudi Arabia the next edition and that's why the second edition was in Saudi Arabia and it was very very big يعني I believe it's the biggest social media event in Saudi in 2011 كان بالفيصالية it was يعني اللي بيعرف الفيصالية بيعرف قديل الهول تبعته كبيرا يعني we were displaying cars inside the holes just to see how big it was وحمد الله يعني بل فيصالية كمان it's a country that are very technology savvy يعني they they have the passion they have the passion they like technology definitely yes it was a big success the Saudi edition the edition اللي بعده وفي ناس عشان هيك انت سألتيني هذا السؤال behind the scenes وفي ناس كتير يمكن بيسألوا انو احنا هلا حنحتفل بعشر سنين من الارب سوشيال ميديا فورم بس we're doing now the seventh edition but we have a gap of three years and I don't feel shy to admit it you know انتي if you if you fail either you stop or you continue احنا we count a lot انا I cannot be a superman to control all of the countries in a finger and I know there is some countries where I'm able to control from A to Z the operations and there is a lot of countries where I don't have presence I need to count on a trusted local partner if I reach to a phase even if it was one month before the event where I feel the local partner will not comply with the standards of Arab social media forum if I feel that the local does not reach to the level and the level and I will not lose my speech and the reputation that I built all of these years with a small problem I stop it even if it was on the there is no forum for us to be in a three countries I don't remember لذلك لن يكون لدينا حساسيات وعلى المشركات الموضوعية لدينا نقوم بسرعة منطقة الهوضوع ونحن نسخة إصابة المدينة في محسسين منهم لن نتحدث عنه لن نتحدث عنه هذا مجال بالسيريا نعم لأنه أنا بفضل أكون سادئ وملتزم مع الهوضوع اللي بستنى الهوضوع من السنة للسنة وأنتره كمان بعد سنة ويأخذ المحتوى اللي هو فعلا بيتوقع ولا أني أنا بس نمشي تجارة أنا اليوم أنا أزا a local partner I can get you a sponsor I don't care can you get me the value that I want this is what I care about this is the reason why we had this gap بعد السعودية we had to do it again in Jordan one time because we had again this shift of one local partner so we cancelled one month the country and I was able to manage Jordan because I was in Jordan at that time. So only one month before the event I was able to cover and launch. One of the editions I love to talk about is the fourth one. I feel proud when I talk about it because it's done in Palestine. Palestine is the country that I don't. When we look at the regional events scene, we look at premium countries, the Gulf, the Levant. But to the least, the human society that doesn't have the ability to get out of this country, I didn't have it. So when I came to Palestine from the local organizer, I was very excited. It was very challenging. Zeyna, but I think about it. Someone said to do an event in the country, there are these complications from the country. But they are a very educated nation. Don't you think, Zeyna, the level of people, the level of freelancers, it's a surprise that the country with the freelancers, it's coming from the Palestinian society. For example, I'm going to tell you, if I'm going to get out of it a little bit, on a level of Greece, I'm going to get out of it a little bit, I'm going to get out of it a little bit. I'm going to go back to this. It's a little bit consistent. Right, really technical skills. So I was really excited because I was going to go. And I was the first time I entered Palestine my life. And the answer of my entrance in the day, so from the same time, Zeyna, I'm going to talk about the expression of the online forum. So I'm the president. I have to say the welcome keynote. في المنتدى الرابع العربي للإعلام الاجتماعي الرقمي طلع التصريح تبعي الساعة 11 الظهر وأنا لأطلع من الأردن لأوصل إلى فلسطين لأعبر برّا يعني عبر المعبر وكل هذه المعبر المعبر يأخذ قليلاً لكي تمرّي أنت بتعرفي قدية معاناة هالناس يا حرام بتروفل وأتبة معاناة بس أنا أبنى يا chose مستمت تعلم لأنني عدد الحالي مستمت تعلم لأنني تعرفين حدي Geläch remember in Palestine هي حالي وتبعىilik حالي في حالي كان الوضوعين Saat أريد أن تنقل في مستم تنال أعتقد أننا نحن من الأشخاص الذين قمت بها وطبعاً لحقة النسخة الثانية عملنا نسخة في قطر عملنا نسخة في سلطنة عمان اللي هي نسخة السنة الماضية أعتقد أننا نسخة عماني أيضاً من العماني ما شاء الله أنا عملت أشخاص عمان عمان رائعين مع أنه هني كتير رواء على هذا رواء مجتمع مميز أنا جداً يعني بوجه تحية وحتى عمان جداً حلوة فعلاً بلد كبلد بجنن يعني فيه فيه طبيعة فعلاً يعني خلابة بنصح أي حداً ما زارها يزورها وكناس ناسها طيبين فيهم تنوع عجيب بس تدخلي بكوميونيتي العماني وتشوفي الهريتج والدفرنت لانجوجيز والدفرنت أوريجينز يعني عجيب قبل ما يكون فيه جبل الأخضر اللي كله بروح عليه وبيقعد فوق بالقتلات أنا أنترا وهيك اللي كانت قيامة قبل ما بلش الإجنسي تابعي كانت مسكة بنتلي موتورز ماركتنج فكنا ناخد الميديا ونطلع درايفز ببنتليز فنطلع من البورامي من عند حدود أبوضبي ونسو كل طريق تنوصل على جبل الأخضر نمرق بنزوة وبركة الموز وهالطرقات هذه الحلوة الجبال بتتغير على كل خمس دقايق مناظرها والشيب سبعها حتى بتذكر بقيامة جبل الأخضر كان لازم ناخد إذن من وزارة السياحة لذي نقدر نطلع هيدة الجبل لفوء شي رائع خرافي يعني اخر تسو ş prz ونقض هُنيك كامال كتير رئي وحلوه زكرتين y بموضوع كتير مهام برضو الو علاقة بم ASMR نحن نعتقد عن احنت المؤمنة فتこと تحت husbands الذي يُفضلوا الفورا 我们 tahu بال disagree المترجمات التي نعطيها هي المترجمات. نحن لدينا مجتمع للمترجمات التي نطلق فيها المنتجة والمترجمات، لأن المترجمات هي خصوصي الناس الذين يتواجدون لتعطي هذه المترجمات إلى هذه الناس وهو حق علينا، لا؟ نعم، صح فأنا اليوم، واحدة من المترجمات 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 الكثير Stories ليس فقط ال nagもの Festival وليس فقط العناس، او الكثير مشاهدةً في الكثير مخطابا لكي من الطTu Fazil عليناك وجهك م supply النظر على مستعروز عمروز exponential active on social media. يعني الريد اشتبعهم is very strong. فأنا بكافئ هالبلد that helped me host the forum بهالبلد بإني أنا I create extra exposure through influencers اللي هما our speakers on social media about هاي البلد. وبنفس الوقت أنا بكافئ هالسبيكر اللي وقف معي بهالفورم وهي supported my mission in delivering proper content لها الaudience تعوني بإني أنا أعطيه مش بس business trip تعال احكي هالحكي وروح. أنا اكستند their trip whoever can for one or two days and I will take them through a local DMC partner to explore the country. ولاتعرفوا أكتر شو عم بحكي عنه إذا بتروحوا على الانستغرام تبعنا اللي هو Arab SMF على الانستغرام حتلاقوا واحدة من البوست هي فيديو بلخص تجربة the speakers تعونا بالإدشن الى السنة الماضية بعمان وحتشوفوا أدين بسطوا أدين بسطوا we created a wonderful video content about Oman for these speakers to share just for you to go back to your question to go back to your question Zaina about how I evaluate if my organizer if my event who I want to sponsor or to be part of is an event that is worth it or no all of these factors Zaina help you decide which way I'm not going to research بلشت معنا الفكرة بالثيرت لأنه أكيد ما حنعملها بالنسخة الأولى ما كان في حدا بيعرف شو يعني سوش الميديا ونسخة الثقة بلشتنا نلاقي أنه في ناس بيعرفوا شو يعني سوش الميديا and we have the expertise to evaluate فحطينا evaluation criteria وحطينا a form where you can nominate yourself as a corporate or even a government or even an NGO who thinks they are doing well on social media sorry to reward them وتفاجأنا أنه شارك معنا أسماء حلوة من بلدان كثيرة يعني من الإمارات شارك معنا جهات حكومية من القطر من السعودية من الأردن من فلسطين كان في مشاركات حلوة وفازت ناس فعلا كانت عاملة شغل حلو يعني بتذكر بالسعودية كان بالبرايفت سيكتر فلاي ناس كانوا جميلة في ميديا كان برضو في هيئة علاقة بالسياحة باتسياحة بتخيل بأحد الإمارات أو الولايات نفس الشي كان في جهة ثقافية بقطر فبلشنا بهالمبادرة تو موتيفيت هالأخر كومبانيز دليعن بيشوف هالشركة هاي دوينجويل والسو قطر awarded نشجعهم نحيصهم يعني نحمسهم يلا أنا I want also to be the same بس بعدين لما لقينا انو كبرت القصة زينا لقينا انو it's not fair for us to evaluate as an organizer لأنو بتعرفي موضوع awards والجوري it's a very complicated and tricky وإحنا reputation تبعت الفورم تبعتنا كانت very well established that I didn't want to touch بلا سمح الله حدا يجيس آل يقول لك طب الأورد هاي شمعنا هدفات فيها أو ليش هدفات فيها which is which happens everywhere يعني من هال كانت easy to justify لأنو ما كان في ناس كتير يعني sorry to submit هلا لما صارت أكبر أنا I decided to put it on hold we're still thinking to bring it back إن شاء الله يعني إذا الله راد بس with a different criteria where your people are the one to decide not a jury committee not a person not a company which is good which they can nominate you're doing well right on social media and your audience like what you're doing let them vote for you فإن شاء الله يعني هذا أنا I'm doing the exclusive announcement through your platform for the first time ever I'm lucky thank you we already have Arab social media awards and the domain we own it بس we put it on hold and إن شاء الله يعني hopefully hopefully بأقرب وقت ممكن we will bring it back where we will allow all kind of entities whether it was government private charity or even individuals to nominate themselves and the winning factor will be your audience and من أي ساعة لأي ساعة كيف السيستم رح يكون طبعا المنتدى العربي السابع للاعلام الاجتماعي الرقمي زي ما قلنا بإذنه تعالى رح يكون بتاريخ 6-6-2020 نرجع نقول مرتاني نذاكركم 6-6-2020 لا يمكنك أن تذكر إنه سيزي بتشرف من خلال منصة زينة إني أدعوكم جميعا متابعين زينا وينما كنتم بالعالم إنكم تشاركونا وتسجلوا لحضور هذا المنتدى وطريقة التسجيل جدا سهلة بتدخلوا على موقعنا الإلكتروني arabasmf.com or asmf.me or even arabsocialmediaforum.com يعني I gave you all of the domain names whatever domain you will use it will take you to our website you will find a registration link it's free for the first time ever كل النسخ تبعتنا لقبل we had to put registration fees to cover our expenses this time because we have commitment toward the community عنا إحنا هدف إحنا وكل المتحدثين زي زينا وكل المتحدثين أفاضل اللي حيكونوا معاكم بهالمنتدى متحدثين نخبة من الناس اللي عندها سنوات طويلة من الخبرة في مختلف القطاعات رح تكون معاكم إن شاء الله هذول كلهم جايين لهدف واحد بهالفترة الصعبة بأزمة الكورونا إنهم يعطوكم معلومة رح تفيدكم بشكل قطعي إن شاء الله فمنتمنى كلكم عن طريق هذا الweb soite اللي أنا ذكرته تدخلوا عن طريق رابط التسجيل تسجلوا الموعد حيكون إن شاء الله طبعا المعلومة الحلوة بدها تعب أنا عارف إنه الدنيا رمضان والناس بتحب تسجيل بس أنا بتخيي بتكون خلص رمضان وخلص العيد حتى تمام يعني ما حدا عنده حجة يا جماعة ما حدا عنده حجة لأنه أنا كنت خايف موضوع رمضان إنه الناس الصحة وبدري الحمد لله ما حدا إلو حجة بصحيوات بدري حنبلش الساعة عشرة صباحا اللي متعود ينام للظهر لأنه عم بشتغل من البيت يغير الستايل بهذاك اليوم عملنا يوم سبت عشان إذا حدا لساته عم بشتغل مع شركته ريموتلي أو حتى الناس المحاربين اللي أنا بسميهم الأفاضل اللي بشتغلوا بقطاعات that they have to go to work زي القطاع الطبي وقطاع الريتيل وإلى آخره عملنا يوم سبت عشان تقدروا كمان اللي بتدومه تكونوا مع طنين وتحضرو رح يكون الساعة عشرة الصباح إن شاء الله وتقريبا على حوالي الساعة ثلاثة العصر رح يكون مخلصين رح يكون فيه بريكين على مدى اليوم عشان الناس اللي بتصلي أو الناس اللي بحتاجة تعمل أي شي خلال البريك شو كمان بقولك والناس اللي عبيلا بتسأل أسألة دوري الالكومفرنس Thank you very very important question زينا thank you for highlighting كتير ناس حتقولك طب أنا شو الفايدة إني أنا أعمل إفنت لايف وما أكون قادر أسأل طب أنا في الآخر بسجل الفيديو زي هلأ ما أنا بعمل مع زينا وأنا I will send the video later الفكرة حتكون إنو إحنا we will allow people to ask their questions and we will announce it and we will announce it in the beginning of the forum عشان الهاشتاغ الرسمي لنعتمد وصول الأسئلة وأنا رح تكون طبعا بصفتي موديريتر كمان للجلسات النقاشية حأختار من هذه الأسئلة ما يناسب الجلسات النقاشية وإذا خلصنا الجلسة النقاشية بوقت مناسب حاول أختار بعض هذه الأسئلة وأسألها على المتحدثين إن شاء الله فأكيد زي ما إحنا متعودين عمؤتمرنا إنه مؤتمر تفاعلي وبيأخذ احتياجات وأسئلة الناس أكيد رح نأخذ أسئلتكم إن شاء الله قدر المستطاع بعين الاعتبار ونسألها للمتحدثين ونسألها للمتحدثين إن شاء الله بس الرابط ما حيوصل إلا للناس اللي حتسجل ما حننشر الرابط So you need to register registration important سددر يصلكون الليك ما حنصعبها ونقولهم register two times إذا أنا if I will tell him to register through our website and then I will tell him to go again to register on Zoom or another platform it will be too much I prefer to make it one time we will do the hard work we will only send them a link that they will open and watch and then for the question it will be another easy social media platform most probably Twitter where they will tweet their question with our hashtag and we will be able to monitor and ask That's very good وبتمنى التوفيق لكل التيم تبعاك honestly يعطيكم ألف عافية لأنه اليوم حلو واحد يواكب السرعة اللي عم بتسير وأنا صراحة I look forward also to being part of this I'm excited اليوم أنيكون كمان مع ناس جديدة متعرف عليها يمكن لأول مرة and I look forward to having people also on board with us so I invite everybody وبدعي الكل أنه once بيفوتوا على الويبسايت اللي إيلون سيد مالك ممكن تعملوا ويصالكم للكم تكونوا معنا تتعلموا شي جديد منشان تخطوا لمرحلة جديدة من بعد ما نطلع كلنا على أشغالنا لشغلات الطبيعية يعني إن شاء الله إن شاء الله ما تدلل لأخر السنة يعني فنصيحة أخرانية للكل اللي حابب اليوم يغير دومينه أو يكون مثل بيقولوا أن أدن للمجتمع يعني يلعب دور منيح لإلهم أنا من أحد بالأسئلة على قلبي وما حاول اللي ما أطول لأنه هذا بالنسبة إلي بدو حلقة بس حاول أكون مختصر قدر الإمكان follow your passion it's not difficult at all يعني إنت اليوم شو مكان شغفك في الحياة فيك تتبعه أنا اليوم درست computer information systems بس اشتغلت بهالمجال فترة كتير قليلة ومعظم خبرتي بالحياة وشغلي كان بالكارير باث في مجال الماركتين لأني I have passion about marketing and digital transformation فأنتو اليوم اختلفت يعني زينا إحنا كنا بوقت أنا وإياكي بس بدنا معلومة كنا نحفى بالعام اللي نجيبها اليوم أنت عم تحكي عن internet available for everyone كل حدا عنده 4G على تلفون وما كنا نحلم فيه كنا نسمع صوت تيت تيت deal up إذا صحلنا وكنا ما نلاقي resources على الانترنت قد ما بدنا لأنه ما كان في هال public knowledge هلا أنت عم تحكي على بلاتفوم زي يوتيوب شو ما بدك تتعلمي بالحياة بتركبي انجين سيارة لحالك أنت بالبيت بتفوت على يوتيوب تعرف كيف بركب ما في شي بالحياة ما فيك تتعلمي أنا بقول كل حدا بسمعني من خلال منصة زينا إذا أنت you're not learning something new it's not because you don't have access to information sorry للكلمة لأنك نايت باختصار من الآخر أنا ححكيها ما حدا يزعل مني وبحكيها لكل أصحابي أنت you have access to the information you have enough time you're wasting your time doing a lot of unuseful things go to social media enrich your knowledge go to you tube learn something new follow your passion and you can do it thank you thank you so much for your time merci كتير لوقتك و we look forward لهيدا المنتدى وإن شاء الله نرجع مرة تاني بنحكي على شغلات نقاط حلوة لأنه فهمت منك كتير شغلات معنومات حلوة اليوم حديث معك ممتع زينا ولا يمل وإنت كمان مرسي كتير أي وقت إحنا منستثمره فيه فائدة للمجتمع وفينا نساعد مين مكان من متابعينك إحنا جاهزين أكيد أنت هتنشر الحلقة على لينكتين رحط على لينكتين رحط على انستغرام يوتيوب كله أي حدا كمان who would like to connect with me through social media I'm sure you will tag me wherever you will publish the video you can connect with me I'm happy to answer any of your questions I'm happy to support anyone who's doubting who have a question خصوصي الناس الاندفجول اللي شوي عنده حيرة بحياته أو بالكارير path تبعه on what to do I'm more than happy also to we're more than happy to help people أكيد زينة if she's doing something like this video she's doing all of these efforts to reach to people like me هل وقت هالفيديو هالفيديو هالمنتاج هاليدiting تشكر علي زينة زينة مش منتظر من حدا أي شي ولا منتظر مني شكر she's doing this for the value of the community and for her commitment towards herself as a professional in this industry and creating value and I respect that زينة and I'm proud of you Thank you again one more time وإن شاء الله بنرجع بنعمل لقاء تاني على موضوع تاني آخر من بعد ما نخلص المنتظر يعطيك ألف عافية Thank you Same to you نعيد مبارك كمان in advance Merci